انا ما عنديش معلومة بس انا بقيم ان المنتجه اللي بيصرف له كل الكلام ده هيلاقي اراداته كلها لزلت نروح بعدها لإيه؟ للشو مش بيسيب اي حد متواجد إلا ما ياخد بيه لقطة اول لقطة هقولها لحضراتكم ابن الشهيد المنسي ابن مصر اللي استشهد في عمليات الغدرة والحقيرة في سينة الله يرحمه يا ربه يرحم كل شهدائنا الحمينة والمخلات اهو بصوا يا جماعة دي صورة اتصورها مع ابن الشهيد عداية عرف ان هو لا بصص للكاميرا فيها دموع معلش المونتور بعيدة انا فاكر في الاعداد كانوا صورتين اه صورة على مركز وصورة تانية ما عرف ان الكاميرا يبقى ايه؟ ده راجل بممثل يعني ده مشخصاتي فرحمه يا تعالى دي بقى لما ايه؟ الصورة خدت همها يعني يعني عرف ان دي الصورة بتاعت الحكاية ده محمد رمضان وازاي ياخد اللقطة والشو في اي موقف من مواقف حلو دي الصورتين بتوع الشو مع ابن الشهيد البطل المنسي بعدها راح منزل حاجة قالك هو مين اللي بيقول اللي الفلوس اه مش كل حاجة بقى راح منزل الصورتين دي ليه هو زمان ومش عارف ايه؟ هو ادعاء ان الفلوس كل حاجة منه فلوس هتاخدها معاك فين؟ انا عايز اسألك سؤال انت هتاخد معاك الكنوس دي في الطربة والعربيات والطيارة اللي مش بتاعتك يا كذاب يلي قلت على الطيارة بتاعتك ومش بتاعتك وانت بنزلها هتاخد دول كلهم معاك انت تمام جاهز يعني عملت قابر شيء جديد سبع نجوم يكافي كل العربيات والحاجات دي كلها عشان تقول هو اللي كاتب كده يا جماعة مين اللي قال ان الفلوس مش كل حاجة جرائم بصوا بقى واحد يقولك يا عامل ما تأفوارش هو فيه ايه؟ هو يعني ما يطلع بلتاجي مهتبوك انت قابل واحد من الجمهور بتاعه يقولك هو يعني ما يطلع بلتاجي الشعب كله يبقى بلتاجي